ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إياكم والمعاصي إن العبد لا يذنب الذنب فيحرم به رزقا كان هويئ له ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون يعني الآية هذه تدل على أنه الإنسان ممكن يحرم بكثير من النعم بسبب المعاصي أو المنكرات اللي هو سواها طبعا العيال لما شافوا البستان محروق قال أوسطهم أوسطهم إما أوسطهم بالعمر أو أوسطهم بالعدد لو كانوا سبعة يصير الوسطاني رقم أربعة يعني ثلاثة ثلاثة يصير أربعة هو الوسطان أو أوسطهم بالعمر المهم قال أوسطهم قال ألم أقول لكم لو لا تسبحون أمس بالليل لما نويته وأنت وما تعطون الفقارة ما حد تكلم فيكم إلا أنا اللي هو الوسطاني أنا اللي قلت لكم يا عيال لا نخالف وصية بنا يا عيال يا أخوان الفقراء لهم حق علينا في المال ما سمعوا طبعا هم راحوا إياهم راحوا إياهم فيالا العذاب معهم ولذلك قال أوسطهم ألم أقول لكم لو لا تسبحون تسبحون أو تستثنون يعني تستغفرون تذكرون الله عز وجل ولذلك قالوا سبحان ربنا سبحان ربنا عقب ما طاح الفاس بالرأس عقب ما صارت المشكلة قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فاكتشفوا الآن أن التصرف اللي سووا كان ظلم ولذلك في بعض الروايات أنا قرأتها أنه بعدها يعني كلهم اندموا وكلهم تابوا على نيتهم السيئة اللي أهمنوا أنهم ما يعطون الفقراء فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يعني كل واحد فيهم يلوم الثاني أنت السبب لا أنت السبب أنت اللي قلتها الفكرة لا بس أنت اللي طعتني خلاص هم شركاء قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين طغوا الإنسان يطغوا ويتجبر عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها يعني من البستان إنا إلى ربنا راغبون نسأل الله عز وجل أن نبدلنا غير هذا البستان كذلك العذاب الله عز وجل هنا يبين كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون هذه بس قصة أنا حبيت أستفتح فيها معاكم شوفوا لما أنا خرجت خارج الأرض المحروقة هذه فطاف عليها طائف أنا لفت نظري أنه في زراعة شوفوا الزراعة تصير بعد الأرض شوفوا معايا شوفوا هذه الأرض المحروقة شوفوا الزراعة وين الأشجار موجودة هذه فعلا ترى آية من آيات الله الإنسان يعتبر والإنسان فعلا يمر عليه يعني قصص وأحداث مثل الآن نحن في فيروس كورونا يعني ترى فيها دروس كثيرة وفيها عبر كثيرة ولذلك هذا الدرس نتعلم فيه أن الواحد يهتم في الخير يهتم في الفقراء يهتم في المساكين يهتم في الأيتام والحين فيه يعني صفة حلوة أنا قاعد أشوفها في الشباب عندنا في الكويت يعني حتى في الواتس أب بات كل يوم أشوف عندهم يعني بعض الشباب وبعض اللجان الخيرية مسوين ثلاثين مشروع في رمضان كل يوم يطرحون مشروع خيري واحد ويجمعون تبرعات من أهل الكويت كلهم وماشاء الله أمس يعني وصلوا لي أربعة عشر مشروع قفلوهم اليوم داخلين في المشروع رقم خمستاعش فما يوصل ثلاثين ما يوصل شهر رمضان ثلاثين اللهم أتموا ثلاثين مشروع من الاهتمام بالأرامل بالمطلقات بالأيتام مدارس مستشفيات وتعرفون نحن بحاجة يعني يعني عمرو الخطاب رضي الله عنه كان وحدة من أهداف الخيرية ومشاريعها أنه يعمل مشاريع للأرامل وكان مهتم في هذا الجانب بشكل قوي جدا يقول لأنه هي توفى زوجها وما في أحد فلابد أن الدولة تهتم في الأرامل وفي المطلقات فعمر بن الخطاب شاللي صار رضي الله عنه يقول في عباراته لَإِنْسَلَّمَنِيَ اللَّهِ هذا متى؟ بعد طبعا ما ضرب بالخنجر رضي الله عنه يقول لَإِنْسَلَّمَنِيَ اللَّهِ لَا أَدَى عَنَّا أَرَامِلْ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَا إِلَى رَجُلْ بَعْدِي أَبْدَا هذه كلمة عمرو بن الخطاب رضي الله عنه يقول يقول أهل العراق كل أرامل أهل العراق ما يحتاجون رجل لَإِنْسَلَّمَنِيَ اللَّهِ طبعا بعد الخنجر اللي ضربوه ومات شهيد رضي الله عنه يعني شوفوا الهم ولذلك كان في المدينة المنورة رضي الله عنه كان دائما يتحسس ويأخذ الأخبار ويشوف منه محتاج يساعده يعطيه ولذلك حتى المسلمين يعني أبدعوا في العمل الخيري أول سوق خيري صار في العالم في العالم يعني مسلمهم وغير مسلمهم تعرفون كانت فكرة منه؟ احنا الحين قاعدة نشوف عندنا أسواق خيرية معادل طبق الخير السوق الخيري مو صح تشذي؟ الفكرة هاي من وين طلعت؟ منه أول ما نفكر فيها أن يصير في سوق خيري وصير الأغراض اللي فيه أغلى من سعر السوق لكن الناس قاعدة تدفع وتشتري بس عارفة أن الفلوس اللي قاعدة تنفقها تروح حق المحتاجين والفقراء والمساكين فكرة السوق الخيري هذه ابتكرتها ملكة مسلمة كانت في الهند هذه الملكة اسمها نور جيهان نور جيهان هذه كانت تحب تزوج الأيتام تربي الأيتام يكبرون تزوجهم فكانت تحتاج تدفع مبالغ حق المهور والتكفل بالزواج فكانت تفكر 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 نور جيهان شون أجمع تبرعات شون أجمع تبرعات شون أجمع تبرع حق المهور حق الزواج فجاءتها فكرة السوق الخيري حتى سمتها سوق الشفقة سوق الشفقة يعني الواحد يدخل السوق يشتري الأغراض اللي يبيها وعارف أن الأموال تروح تدفع المهور للزواج وشذي هي قاعدة تشارك في تكثير عدد المسلمين وتكوين الأسر المسلمة وبنفس الوقت قاعدة تكفل الأيتام في زواجهم من خلال سوق الشفقة وكانت تسوي حركة ذكية أنا الحركة الذكية شفتها عند وحدة وحدة أسمها فاطمة في استراليا أقول لكم قصتها بعد شوي المهم هذه نور جهان كانت تسوي كانت لما تحط السوق السوق الخيري سمونا سوق الشفقة كانت أول ما تستفتح يعني تخلي اللي يستفتح السوق الأميرات والطبقة المطرفة في الهند الغنية وتشرح لهم فكرة السوق الخيري فكانوا هما أول ناس يدفعون فمثلا يكون خلينا نقول طبق خبز هو يمكن تكلفته بدينار أهيت بيع بمية دينار طبعا الأميرات والأغنياء يدفعون مية دينار وعارفين أنه هما بيستفيدوا من الخبز وبنفس الوقت راح يروح ريع هذا المبلغ للمحتاجين بعدين كبر المشروع فكانت أول شي تستفتح بالأميرات وبعدين تفتح السوق للجميع بعدين كانت تسوي شي غلاء ذكية جدا كانت تشغل اليتيمات في الأعمال اليدوية والمشغولات اليدوية وتخلي هذا السوق سنوي اسمه سوق الشفقة يعرضون الأعمال اللي هما يسوونها بيدهم فنور جهان بالمناسبة يعني كانت أول من فكر في هذه الفكرة وحقيقة يعني انتشرت من بعدها انتشار قوي جدا فكرة ثانية كانت في المغرب في واحدة اسمها خاتون هذه خاتون هي تصير ابنة الظاهر بيبرس أنا عفوا قلت المغرب لا مو مغرب كانت في بغداد هذه بنت الظاهر بيبرس الظاهر بيبرس معروف يعني ممكن تدخلون تسوون سيرتش انتوا بجوجل وتشوفون قصتها قصة رائعة جدا اللي هو أبوها هذه البنت اسمها خاتون فكانت تاخذ رباط الرباط شنو الرباط الرباط يعني تعرفون لما تدخلون مثلا حوش كبير وفيه أعمدة أو مسجد مثلا وفيه أعمدة أو التكاية كان يسمونها التكية هذه ويصير فيها أعمدة هذه يسمونها رباط اللي بعدين تطور وصارت مدارس وصار من بعدها جامعات وفاطمة الفهرية في المغرب أسست الجامعة هي أول جامعة في العالم كلها من الأربطة يسمونها الأربطة هذه المهم هذه خاتون اش كانت تسوي؟ كانت في الرباط هنا اتي و يعني اتجمع النساء وتبدي اتعلمهم وكانت تجمع لهم الخير من خلال الرباط فهذا كان أول رباط في التاريخ لتعليم المرأة وكان أول رباط لتأمين خنقول احنا اليوم مثل اش نسميها مثل التأمينات شون تأمينات عندنا احنا؟ تأمينات ان الانسان اذا انقطع عن العمل التأمينات تعطي راتب شهري مصح جدي فهذا الرباط هو مثل النظام التأمينات بالضبط وهذه كانت فكرة منو خاتون بنت منو انت يا الظاهر بيبرس أنا بيكم تبحثون في الظاهر بيبرس لازم تقرون عنه ولازم تشوفون فيه فيديوهات حلوة تستفيدون منه فإذا أقصد بالأخير أنه الأفكار الخيرية كثيرة جدا والانطلاق في العمل الخيري كثير جدا ولذلك قصة أصحاب الجنة التي تكلمنا فيها اليوم هي تعتبر رمز في القرآن الكريم وتدعو الإنسان أن يكون مفتاح من مفاتيح الخير يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان الصحابة كلهم يلددونها أن يكون الإنسان فعلا مفتاح من مفاتيح الخير ولا يكون مفتاح من مفاتيح الشر يعني الله عز وجل يفتح فيكم أبواب خير ولا يغلقها في وجهكم ولذلك الإنسان لما يعمل عمل خير بهالحالة يستثمر مع رب العالمين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا تخيلوا هذه آية فيها إعجاز يعني كيف رب العالمين يقول لنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وإحنا نقرض الله كيف إحنا نقرض الله هو الإنسان لما يأخذ القرض شي سوي يرجع طيب كيف إحنا نقرض الله هو الله عز وجل هو اللي يعطينا إحنا نقرضه ولذلك هذه فيها إعجاز الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا نشوف هذه من كم من كرم رب العالمين مع أن الله معطينا والله يقول دفعوا القرض شوفوا شون معنى جميل جدا ولذلك الأعمال الخيرية كثيرة يعني فيه واقف في تونس اشتهر هذا الوقف للأبكار فقط أن البنات الغير متزوجات فكان فيه واقف وهذا عمل خير وكانت الأميرة اللي أسست هذا الوقف في تونس اسمها عزيزة بنت أحمد بن محمد بن عثمان كانت تحب الفقراء وتحب المساكين فسوت أوقاف خيرية في تونس وخصصتها حق من حق البنات الغير متزوجات وكانت تتعلمهم وتدربهم كيف يديرون للأسرة وبعدين تزوجهم وكلها من فلوس الخير ومن فلوسها وسوت أوقاف على هذا فإذا مرة ثانية قصة أصحاب الجنة هي قصة جميلة جدا وفيها رمز وفيها عبرة ولذلك أنا أتمنى أنكم تدرسونها صح وتقرونها في القرآن صح وتقرون حتى التفسير وشوفوا قصة أصحاب الجنة شون معناها معنى جميل وممكن تسولفون فيها للمقربين لأحبابكم ومن حولكم